معكم أحمد الغندور الشهير بالضحيح وأتمنى أني أكون ضيف رفيف عليكم في قناة بسيطة اليوم إذا كنت تريد استنساخ الصوت بالزكاة الاصطناعية أو تغيير الصوت بالزكاة الاصطناعية أو تعديل الصوت بالزكاة الاصطناعية فاليوم بنقدم لك على القناة أفضل برنامج مجاني تماماً والطريقة المسالية والمجانية لعمل كل هذه الوظائف وكمان لو أنت عايز تغير صوت مجاني في أي جنية صوتي أنا شرين عبدالوهاب أو صوتك حتقدر تعمل بمونتهى السهولة باعلى مشاهدة هذا الفيديو سواء كنت تستخدم الموبايل أو الكمبيوتر وأيضاً سوف نتعلم في هذا الفيديو كيفية إنشاء مول الصوتي خاص بك بدودة عالية وبمونتهى الاحترافية يلاً مستنين إيه؟ شوفوا الفيديو بالكامل على قناة بسيطة طيوب وما تنسوش اللايك والشير علشان المعلومات اللي في الفيديو ده مش هتلاقوها غير هنا البرنامج اللي بنتكلم عليه النهاردة اسمه Replay وهو يعمل بتقنية RVC وهو أشهر وأفضل موديل لتحويل واستنساخ الأصوات في الزكاء الاصطناعي البرنامج مجاني تماماً وزي ما نشايفين الموقع بتاعه ما عليهوش أي لينك للشراء أو الاشتراك وبدون حدود استخدام أول لما هندخل على اللينك ده اللي هسبه لكم في وصف الفيديو هنلاقي 3 نسخ نسخة للويندوز دي اللي هنشتغل عليها نسخة لأجهزة الأبل أو الماك ونسخة لأجهزة الأبل التي تعمل بمعالجات أنتل تثبيت واستخدام البرنامج في حيال ونصائح كتير جداً هنقولها خلال الفيديو فحاولوا أن تتابعوا معنا الفيديو للنهاية أول حاجة هضغط على download for ويندوز أول لما الملف بينزل عندي بضغط عليه بزر الماوس اليمين وبعدين بقوله run as administrator وبعدين بختار next ثم install وبعدين run replay طبعاً إحنا كده ما خلصناش تثبيت البرنامج خليكوا معنا عشان في شوية تريكات مهمة لازم تعرفوها هضغط على finish بتطلع لي الشاشة دي في البداية هقول له continue وبعدين هنا بيقولي أنه هو محتاج ينزل المودلز لشان البرنامج يشتغل المودلز دي مساحتها من 3 ل 4 جيجا بس الميزة طبعاً أنك هتقدر تستخدم البرنامج ده بعد كده في أي وقت زي ما أنت عايز حتى بدون استخدام الانترنت هقول له download وأسيبه بقى أي download ممكن نروح نعمل كوباية قهوة كده وبعدين نرجع أقول لكم برضو على تركاية تانية في التثبيت الدفع الأولى من الملفات بتبقى 41 ملف بعدها بيخلص بيفضل واقف عند المرحلة دي فترة يفضل نسيبه خمس دقايق كده بعدين هنلقاه كامل لوحده بعدها بيخلص أول دفع من الملفات بينتقل على تاني دفع لو لأي سبب توقف الdownload نظراً لأن عدد الملفات كبير كله أنا هعمله لأنه أقفل الشاشة دي خالص وبعدين هنا أفتح replay من الويندوز عادي هيفتح للشاشة دي حاول له continue وبعدين download هيبتدي أنه يكمل من نفس المكان اللي وقف فيه لما عملت التثبيت بتنتهي تماماً بيفتح لي الشاشة دي طبعاً بقوله not now ودي الواجهة الرئيسية للبرنامج البرنامج مع أنه مجاني ولكنه احترافي جداً ويستهل أنه يكون بمبلغ كبير أبسط استخدام ممكن أعمله للبرنامج ده إن أنا ممكن أغير صوتي لصوت أي شخص مشهور فمثلاً لو جيت ضغط هنا كده أهلاً بيكم في فيديو جديد من قناة بسيطة تيوب النهاردة بنجرب تجربة تغيير الأصوات عن طريق الزكاء الاصطناعي وبعدين بضغط على save وبالتالي بيظهر لي الكلام اللي أنا سجلته هنا هنا بقى دي كل الموديلات اللي بيتيحها البرنامج ده اللي محتوطة في الفاوريتس دي هي الموديلات الجيدة هتلاقوا معظم الناس المشاهير موجودة لو دوست هنا كمان على أول مفترض مثلاً أنا عايز أجيب موديل مورجن فريمان مثلاً من موصل المشهور هكتب كده مورجن فده مورجن فريمان هدوس على download هنا كده هيبتد إن هو يدولوده خلال البرنامج بعد ما بنزل أي موديل بيبقى موجود عندي في قائمة الدولود دي فأنا مثلاً هنا مختار مورجن فريمان هنزل تحت كده هشرح لكم الأدادات دي بالتفصيل بس خليناً الأول كده نجرب نقوله create song طبعاً هو البرنامج معمول مخصوص لعمل cover song بالذكاء الاصطناعي أو تغيير أصوات مغنيين في الأغاني هدوس على create song لإنه بيقولك هزاك شغال بالسي بيو عادي يفضل إنك إنت يبقى عندك جي بيو طبعاً لو هنشتغل بكارت الشاشة يبقى لازم على أقل كارت نفيديا 3060 هقول له أوكي وتجاهل الموضوع هيبتدي إنه هو يحول الصوت أو صوتي لصوت Morgan Freeman بعد ما بيخلص الصوت أو اللغنية اللي خلص تحويلها بيبقى باينة عندي تحت هنا وكمان باينة عندي في الشمال ممكن ندوس على ثلاث نوات دول وقول له save to download لو عايز عملها download خلونا نسمع كده أهلاً بيكم في فيديو جديد من قناة بسيطة تيوب مهاردة بنجرب تجروة توفي طبعاً الصوت اتغير وكل حاجة ولكن ده مش صوت Morgan Freeman إيه السبب؟ السبب في الإعداد اللي هنا ده لو أنا بحاول من صوت رجل لسيدة مفروض أن أنا زود دي كده وخليها دمانية مثلاً لكن لو العكس أو لو أنا بحاول من صوت رفيع زي صوتي لصوت تخين زي صوت Morgan Freeman يبقى لازم أعملها كده إيه سالب دمانية ممكن أرجع تاني إلى advanced settings وبعدين أزود في الإعدادات شوية الindex ratio دي بيخلي الصوت النهائي شابه صوت model أكتر ولكن بعض أحيان بيبقى فيها صوت اصطناعي شوية فبرضو هزودها ممكن كمان أقوله دي echo on reverb دي echo دي بتشيل صدى الصوت من الصوت اللي داخل وبعدين أنزل تحت وأقوله create song تعالوا بقى نجرب نسمع بعد ما غيرنا الإعدادات أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة بسيطة تيوب النهاردة بنجرب تجربة تغيير الأصوات عن طريق الزكاة الاصطناعي فرق كبير والصوت أقرب لصوت Morgan Freeman لو رجعنا تاني بقى لموديلات الصوتية المتوفرة ندوس على أقول كده مثلاً وأجرب أكتب دونالد مثلاً عندي مثلاً دونالد دك ودونالد ترامب ممكن أنزل الموديلين فلو جربنا مثلاً صوت دونالد ترامب أنزل تحت كده وارجع دي صفر تاني زي ما كانت وأسيب الإعدادات زي ما هي create song طبعاً حاجات زي كده بتبقى مفيدة لو أنت بتعمل فيديو الكارتون أو قصة فهتحتاج أصوات زي كده كتير هتلاقوا كمان برضو عندكم أصوات كتير لها علاقة بألعاب الفيديو جيم وأيضاً أصوات لشخصيات من الأنيمي من الممكن أيضاً أننا نحصل على موديلات صوتية إضافية من خارج البرنامج ونعمل لها تسبيت داخل البرنامج وده عن طريق الموقع ده هندوس عليه فهي دخلنا على هذا الموقع اللي فيه حوالي 16800 موديل صوتي مختلف معظمهم لمغنيين وممثلين وشخصيات مشهورة أجنبية لكن ممكن نلاقي عليه موديلات عربية لو كتبت هنا في السيرش عربك هلاقي موديلات المطلبين عرب مشهورين زي أنغام وعمر دياب والدحيح وفيروز وبعض الموديلات بيبقى مكتوب عليها الرقم ده 250 إي بوك كلما الرقم ده زاد كلما كان الموديل الصوتي ده مدرب أكثر يعني لو دخلت مثلاً على موديل الدحيح هلاقي أنه معمول من 800 إي بوك وده رقم كبير جداً معناها أن الموديل ده مدرب بملفات صوتية كتير جداً وأخذ وقت طويل جداً عشان يتعمل هضغط على دون لود بإنزال لي ملف ملغوط وأنا على البرنامج هضغط هنا Select or Drop Custom RVC Model هاختار مثلاً موديل الدحيح كل الموديلات دي أنا نزلتها من نفس الموقع اللي احنا شرحناه بعدين Open بيقول لي أن أنا عملت Import للموديل وكمان ممكن أستخدم الموديل في أي وقت لو ضغطت على دون لود خلوان نسمع نفس الجزئية اللي أنا سجلتها وهي محاولة لصوت الدحيح أهلاً بيكم في فيديو جديد من قناة بسيطة تيوب مهاردة بنجرب تجربة تغيير الأصوات عن طريق الزكاء الاصطناعي طبعاً نتيجة ممتازة جداً وده بسبب أن الموديل جيد جداً أيضاً أحد المميزات الرائعة لهذا البرنامج أنه هو يمكنه فصل صوت مغني عن الأغنية بدون اللجوء لأي مصادر خارجية وده عن طريق الضغط هنا وبعدين بختار الأغنية اللي أنا عايز أفصل عنها صوت الموسيقى ممكن من هنا أو من هنا أأثر زمن الأغنية زي ما أنا عايز لو نزلت تحت كده عندي حاجة اسمها Steam Only وده وظيفتها أنه هو بيفصل صوت مغني فقط ده معناها لو أنا مدي له الصوت مفصول جهز طبعاً بما أني هنا في الخطوة دي عايز أفصل الصوت بس عشان أنا محتاجها في الخطوة اللي جاية باختار الاختيار ده باختار كمان اختيار إزالة الإيكو وأسيب كل حاجة زي ما هي وأقول له ستيم سونج أقدر كمان أفصل الصوت عن الموسيقى فأكتر من أغنية في نفس الوقت عن طريق أن أنا دوس هنا ودي له فولدر في مجموعة من الأغاني فهو هيفصل عنهم كلهم الصوت عن الموسيقى طبعاً بعد ما بيخلص لو أنا عايز أعمل دول لأي جزء من الأجزاء الأغنية يعني دي الأصوات مثلاً بس ودي الأصوات قبل ما يتشال منها الصدى وده صوت الموسيقى فقط بفتراض أنك حبيت تعمل موديل صوت جديد لصوتك أو لصوت أي شخص آخر والموديل ده مش موجود في البرنامج فممكن تستخدم الطريقة اللي احنا شرحناها في فيديو سابق على القناة اللي بينا قدامكم على الشاشة اللي شرحنا فيها كيفية عمل عن طريق جوجل كولاب أو ممكن تستخدم الموقع ده حضغط على ستارت ناو وبعدين أعمل لوجن بالجيميل أكاونت بتاعي هيفتح لي الشاشة دي هقول له ترين فويس وعادين من هنا ممكن أختار الملفات الصوتية اللي حضرب بها الموديل الصوتي بتاعي لازم الملفات دي ما تزيتش عن 30 ميجا والزمن بتاعها ما يزيتش عن 5 دقائق هدوس هنا كده أنا مثلاً عايز أعمل موديل صوت جديد للفنانة شرين هختار ملف أو عدة ملفات وأقول له open هنا بتكتب اسم الموديل الصوتي بتاعك ومن هنا بتختار الكواليتي بتاعت الموديل خطة مجانية بتتحلك أنك تعمل موديل صوتي مكون من 300 إيبوك ودي حاجة كويسة جداً أختار الاختيار ده وهو هنا بيقول لك أن الموديل ده هيستغرق حوالي ساعة من التدريب هدوس على start training هنا بيقول لي أن الموديل بتاعك بيتم تدريبه وممكن تتابع انتهاء الموديل في آخر الصفحة لو عملت refresh للصفحة بيقول لي أن في موديل جديد اتعمل أهو وإن بروجرس أو بيتم التدريب ممكن أفتحتني بقى بعد ساعة عشان أشوف الموديل انتهى ولا لا بعدها بيخلص ويمكن أخذ أقل من ساعة كمان بيكتب لي هنا علامة completed هدوس بقى على الزرار ده عشان أعمل download للموديل بيديني ملفين بعمل download للملفين بسيبهم زي ما هما بنفس الاسم وبعدها أعلم عليهم وright click وأقول له compress أسمي الملف الموجود بتاعي بنفس اسم الموديل أسميه sharing ملحظة المهمة عايز أقولهلكو أن الخطة المجانية في هذه الأداة بتديني مكان واحد بس لصوت فأنا ممكن بعد ما عملت download للصوت هدوس delete هنا وأقدر أن أنا أضرب صوت جديد أيضا لو أنت شغال من موبايل بس في موقع voice my ai بيسمح لك بتغيير صوتك عن طريق موديل الصوت اللي أنت عملته لكن طبعا أنا بفضل استخدام برنامج replay لو أنت عندك ويندوز لأن إمكانياته أفضل وأحسن وبيعطي نتائج أفضل أضغط على voice cloning وبعدين من هنا بتديله ملف الصوت بتاعك ما يزيدش عن 30 ميجا ومن هنا بتختار الموديل الصوت اللي أنت عملته وبنعلم على الاختيار ده لو الصوت اللي أنا مدهوله في موسيقى عشان يفصل الصوت عن الأغنية وبعدين بلغط على create voice cloning عايزين بقى نستخدم الموديل الصوت اللي عملناه على موقع voice my AI في برنامج replay لتغيير صوت المغني في الأغنية أو عمل AI cover song هتأكد أن الاختيار ده مش مفاعل لو هو مفاعل عشان تظهر لي الشاشة دي وبعدين أضغط هنا واختار الموديل الصوت اللي أنا عملته على الموقع بقول له open تم إضافته دي أغنية أيام وبنعيشها العمرة دياب أنا عايزة أغير فيها الصوت لصوت شيرين الأغنية كاملة وتحتوي على اللحن وكل حاجة ما عملتش فيها أي تغيرات هنزل تحت هختار دي eco عشان أشيل صوت الصوت و sample mode علشان أشتغل على أول 30 ثانية بس أجرب بيهم هنا أنا بحول من صوت راجل لسيدة فأنا زودت القيمة دي جزء بسيط جدا خمسة بسيب كل حاجة زي ما هي دي موديلات الصوتية ابتداء من فوق من هنا جودة أقل ووقتة أقل أول لما بنزل تحت كده جودة أعلى ووقتة أعلى بسيب اللي اختيارات دي زي ما هي كده مفاعلة للآخر طبعا دي الحاجات اللي نفعت مع الأغنية دي لكن انت محتاج تجرب أكتر من مرة لحد ما أحسن اجتيارات تصبط معك بعد كده حقول له create song هنا طبعا هو موضح ليهو شغال على إيه في الأغنية بالزبط ودي النتيجة النهائية بعد ما خلص ومن خبرتي المتوضعة في تجربة طبيل الأصوات فأهم عامل للحصول على نتائج جيدة هو استخدام موديل صوتي جيد وأن صوت المستخدم لتدريب هذا موديل يكون مواضح وجودة عليه بس كده خلصنا فيديو النهاردة ما تنسوش بقى تعمل ودرايك وشير للرابط الطيب ده ونشوفكم في فيديو بديه بإذن الله اشتركوا في القناة